اشتركوا في القناة في علم الفلك منسميه كوكب طيب اول اشي بالنسبة للانتقال الو رح يكون يوم 21-12 رح ينتقل الشمس من برج القوس لبرج الجديد ويعني بمعنى اخر بداية اعياد ميلاد برج الجديد يعني كل عام وموليد برج الجديد وكل الخير هذا واحد بما انه رح ينتقل هو يوم 21-12 رح ينتقل فيه تمام الساعة ثلاثة وتسعة خمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش رح ينتقل لبرج الجديد رح يظل في برج الجديد حتى ساعات صباح يوم عشرين واحد الفين واثنين وعشرين لها تمام الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش الان وجود الشمس تلقائيا في برج الجديد هذا يعني بدل على انه جو في نوع من انواع المسئولية في جدية في برودة في الجو في بعض المشاعر هيك بصير فيها نوع من انواع البرودة حتى في التعبير عن العواطف وجود الشمس في برج الجديد بصورة عامة بيدفع البعض للنظر للامور بمنظار الجدية والمسئولية ومنجد الحياة أصعب مما كنا نتصور هيك طبيعته يعني دائما نهاية شهر 12 وشهر واحد لغاية عشرين واحد دائما هيك الجو بكون فيها لأنه بكون شتا وطبيعة الحل برودة الطقس برضو بتأثر على برودة المشاعر الشمس تلقائيا إلها صفات معينة بتمنحها لجميع الأبراج عادة لما تكون موجودة أو مؤثر عليهم أو الكوكب الحاكم لإلهم فهي إلها صفات الصفات الخاصة بكوكب الشمس هي الطموح الصراحة التفاؤل الجراءة الكرم الدينماكية القيادة الاستقلالية ومن سلبياتها الغرور والأنانية والدكتاتورية طيب بدنا نعرف إحنا دخول الشمس لبرج الجدي هي إيجابية ولا سلبية؟ لأنه في ناس بقول لك بس تدخل على الجدي بتفقد طاقتها في ناس بقول لك لأ بكون لها طاقة إحنا بنعتمد يعني زي ما أنتو تعودتوا عليه في الحلقات السابقة من الأخبار الفلكية إنه بنعتمد على الزوايا الفلكية أهم من بيته أو شرفه أو وباله أو وينما كان يكون فدائما أنا بأخذ الزوايا الفلكية من خلالها بحدد قديش قوة سعادة هذا الكوكب وهل راح يكون فيه إيجابية ولا سلبية لا موليد برج الجدي وباقي الأبراج برضو ولا لا؟ وعادة برج الجدي أو التوقع لانتقال الشمس يعتبر هو كتوقع شهري لأنه هي تقعد شهر هي المستولية هي أحد النيرين فاللي بفهم الشمس وتواجدها في البروج بفهم بالضبط توقع شهر بنسبة يعني نقول 50% لـ 60% من الأحداث اللي بتصير مع الأشخاص فخلينا أول إيش نشوف إيش الزوايا الفلكية اللي راح يشكلها الشمس تحديداً مع الكواكب البطيئة أول زاوية راح تكون ذروتها هي قبل الانتقال بيوم هي تقريباً يوم عشرين اتناعش راح تتشكل ذروت زاوية بين الشمس وبين المشتري وهي زاوية إيجابية زاوية التزديس يعني بداية الانتقال للمشتري سعيد ماشي؟ طيب شو تأثيراتها هاي زاوية؟ تأثيراتها راح تستمر هي من 15-12 لغاية 24-12 تلقائياً هاي الزاوية بما أنه الشمس والمشتري معناته بتدفع بحضوضنا بصورة عامة في كل المجالات بتعطينا طاقة حضوض هاي واحد طيب الزاوية الثانية اللي راح تتشكل هي زاوية راح تصير يوم واحد واحد وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس يعني كوكب المفاجآت وبين كوكب القيادة هاي الزاوية راح تبدأ تأثيراتها من يوم 29-12 لغاية أرباحه أربعة واحد بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان هاي بتقوي وبتعزز الحدس عنا ممتاز بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين الشمس وبين الزهرة وهاي راح تكون صباح يوم 9-1 طيب تأثيرها من يوم 7-1 لعشرة واحد بنظرة عامة بتعطي إيجابية وتفاؤل للحياة بصورة عامة برضو هي أعطتنا كمان تفاؤل وعطتنا طاقة إيجابية والزهرة والشمس يعني أعطتنا شوية حيوية أعطت شوية دفا بالنسبة للزاوية اللي بعدها وهي زاوية برضو تزديس راح تكون هاي يوم 11-12 هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون بين القيادة بين الجراءة وبين الجمال بين العواطف تأثيرها هاي من 8-1 لغاية 14-1 هاي بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد برضو من قوة الحدث عنها بالنسبة لآخر زاوية راح تتشكل وهي هاي اللي شوي عليها بعض الملاحظات هي زاوية راح تكون يوم 16-1 هي زاوية اقتران بين الشمس وبين بلوتو هسا هاي الزاوية لا هي إيجابية بحت ولا هي سلبية بحت فاحنا منسميها زاوية ممتزجة تأثيرها راح يكون يوم 13-12 بيبدأ لغاية 19-1 من 13-1 عفوا لغاية 19-1 الزاوية هاي بتحزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما يجب تعطينا اهتمام نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها هاي إيجابيتها طب سلبيتها بثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين يعني فيها شوية سلبية ولكن أنا على حسب ما شفت وحسب ما سمعته أغلب الزاوية اللي راح تتشكل هي زاوية إيجابية يعني راح يكون في عنا طاقة إيجابية عالية جدا من الشمس وهاي بتعطيها سعادة في معظم أيام تواجدها في برج الجدي إلا أنه الزاوية الأخيرة شوي ممكن إنها تضغط على البعض طيب بالنسبة لبرج الجدي جمالا إيش راح يستفيد من كل هالفكرة يعني شهر مر عليهم ضاغط ومتعب أكثر من شهر ونص تقريبا ضاغطوهم بشكل كبير الآن شو اللي راح يصير بصورة عامة موليد برج الجدي بيبلش يتحسن تدريجيا يعني مش من أول يوم دخلة الشمس على برج الجدي برج الجدي كله اللي أول الشهر اللي يومولود يوم 21 واللي مولود يوم 2112 واللي مولود يوم 21 هذولا كلهم مرة واحدة اللي بدهم يصيروا ممتازين لا هي تدريجيا كل يوم الشمس تيجي على مولود يوم من موليد برج الجدي عشان هيك يحتفلوا بعيد ميلاده السنوي عند احتفال مولود الجدي بعيد ميلاده هي بداية سنته ولكن من يوم دخلت الشمس للجدي بيبلش تدريجيا يرتفع اللي هو نسبة الطاقة الإيجابية المعاكسات بتبلش تخيف بتعطيهم يعني صورة أوضحة للفترة القادمة فعشان هيك كل شخص فيكو بدي يصبر لغاية يوم عيد ميلاده ولكن مش معنى هذا ما قبله انه متعب مثل الفترة الماضية لا هي أقل تعبا اللي بيستفيدوا أول إشي موليد العشرية الأولى بعدين العشرية الأولى والثانية بعدين الأولى والثانية والثالثة فعشان هيك يبلش تدريجيا يطرأ تحسن على صحتهم عكس الفترة السابقة وبيطرأ يعني لأنه سيطر كثير عليهم فترة منها خلال فترة الأربع أسابيع المذكورة بيجتاز مهوريد الأبراج الترابية كمان والمائية يعني زي الجدي الثور العذراء السرطان العقرب الحوت هذولا فترة أفضل بكثير من فترة الأسابيع الماضية أكثر الأبراج اللي رح تتعب خلال هذا الشهر للأسف الشديد أنه موليد برج الدلو هم اللي في الصدارة لأنه الشمس بمأنها دخلت على الجدي يعني بيت متاعبهم واللي بدهم برضو يشعروا بالتعب اللي هم موليد برج الأسد لأنه يعتبر بالنسبة لإنهم هذا بيتهم السادس اللي بتعلق بالعمل وبالصحة فبركز على الصحة أكثر شيء وأقلهم اللي هو مولود برجة سرطان لأنه مقابلهم تماما هو بيعطيهم إيجابية على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ولكنه بيسحب منطقتهم فبيخليهم نافذين الصبر وعصبيين طيب ما قل أبراج شو بتستفيد خلينا نشوف يعني نأخذهم واحد واحد فمنحكي برج ومنحكي طالع ماشي؟ يعني بتسمع برجك وبتسمع طالعك برج الحمل واللي طالعهم حمل بيتركز انتباه موليد هذا البرج على عملهم وعلى مركزهم الاجتماعي وعلى علاقتهم بالمسؤولين يعتبر هذا بيت السمعة بالنسبة لإنهم اللي بيكون جاهز وبكون مجتهد خلال هذا الشهر وملتزم في نفس اللحظة ممكن يا ترفيع يا ترقي يا منصب يعني اشي ممتاز جدا حتى ممكن البعض يحصل على الشهرة فتلقائيا انت لازم تعمل الأشياء الإيجابية الآن إذا خلفت القوانين وشواهت سمعتك تلقائيا ما كان شهر المفضل يعني بمعنى آخر فممكن شهر هذا تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وتحذى بثقة واحترام وتقدير الآخرين موليد برج الثور واللي طالحهم ثور طبعا هون الشمس بتصير وين موجودة في البيت التاسع لألهم معناته هاي فترة لها علاقة بالسفر البعيد بالاتصالات البعيدة التعرف على أجانب علاقتهم مع الأجانب أخبار بتيجي من بعيد مراسلات بريد استراد وتصدير قضايا قضائية كلها هاي الأمور بتصير ممتازة جدا وفي المقابل برضو بيزيد ذكاؤهم وطموحهم وبصيروا كريمين ومتسامحين وعندهم تفاؤل عالي وهاي فترة مناسبة للسفر وأخذ العطل والامتحانات الجامعية بالنسبة للجوزاء واللي طالعهم جوزاء يعني هاي منقدر نحكي فرصة بتعطيهم لمكاسب مالية بتيجي من شراكة من تعويض الاهتمام بالقروض بالميراث بتركة سداد أموال لإلهم فهاي بتعطيهم مجالات حلوة جدا للأمور اللي إلها علاقة بأموال الشراكة والتعويضات وبتعطي زيادة في الأرباح عن طريق شركة أو زواج أو تركة بيزيد اهتمامهم برضو بالمواضيع الروحانية بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان هاي بعطيهم موضوع بيركز على الشراكة زي ما حكينا هو مقابلهم تماما فبركز على الشراكة في العمل والعاطفة بترغبوا في القيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار يعني بفضل شراكة أو زواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو مع الشركاء ولكن المشكلة زي ما حكينا طاقتكم بتكون ضعيفة صحتكم بتكون بحاجة لشوية مراقبة وديروا بالكم من العصبية برج الأسد واللي طالعهم أسد طبعا الشهر هذا زي ما حكينا متعب بالنسبة لموليد برج الأسد فعشان هيك ممكن يتراكم العمل عندهم أو يصير فيه نوع من أنواع المشاحنات ما بينهم وبين زملائهم بالعمل وهذا الإشي ممكن يسبب نوع من أنواع الضغط على الصحة فعشان هيك بتكون صحتكم بحاجة للرعاية إذا إذا شعرت إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي لازم تراجعوا الطبيب بالفترة هاي طبعا بما أنه الشمس سعيدة فبيزيد حبكم للعمل وتبذلوا جهد تكافؤوا عليه بتحتاجوا لتجديد محيطكم بالفترة هاي وهاي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني يعني بدك تفكر في بعض التغييرات اللي تكون لصالحك بالفترة القادمة بالنسبة لموليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء طبعا يعتبر بالنسبة لإلهم هذا البيت الخامس هو بيت العاطفة وبيت المال بتمنحك تقدير الجنس الآخر بتحقق نجاح يعني في بعض المشاريع أو أرباح عن طريق المعاملات العقارية وهاي فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس ممتازة للحب والغراميات والخطبة والعلاقات العاطفية وعلاقاتكم مع الأبناء مع أحد الوالدين يعني فترة ممتازة جدا لازم تستثمروها وتستفيدوا منها كل موليد برج العذراء بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان هنا بتتركز الأمور على الأمور العقارية والأمور العائلية هذا البيت الرابع بيت العلي والبيت فعشان هيك بيكون فيه سعادة على المستوى العائلية والعلاقات العائلية الجيدة الحالة المادية بتكون ميسورة وهاي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي الفترة 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 إيجابية ودعم لإلكم على كل شيء للبيت فيه ناس ممكن تستأجر بيت جديد أو تشتري بيت جديد أو ممكن إعادة ترميم أو تصليحات أو ترتيبات وحتى البعض ممكن يفرح إما بعودته لأرض الوطن أو يفرح لفرحة أو مناسبة بتصير عنده بالبيت بالنسبة لمولود العقرب واللي طالعهم عقرب هنا بتتركز على البيت الثالث بيت الاتصالات بيت السفر بيت الدراسة الابتدائية والثانوية العلاقات مع الإخوة مع الجيران يعني الأجواء كلها قوية على مستوى حتى التجارة المحلية ممتازة جدا فعشان هيك بتكون تستقمروها سرعة البديهة عندكم قوية قدرة الإقناع برضو ممتازة جدا فعشان هيك بتلاقي إنه الفترة هاي يعني محيطك هو اللي بيلعب الدور المهم في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق أسفار عن طريق تأليف بتعزز قوة ملاحظتك وفضولك الفكري بتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين بشكل كبير بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس وأنا بتتركز على الناحية المالية بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية ممكن تحصل على ترقية أو على وضعية سامية بمساعدة أشخاص دون نفوذ وكمان بدك تنتبه من النقطة أنه بزيد مالك للتبذير بالفترة يعني هاي فترة فيها مكاسب مالية كثيرة وطبعا بدها جهد عشان تحصل عليها فكل بتحصل عليه أغلبه من عمل إضافي ولكن يعتبر بيت المال يعني في أرباح وفي مكافآت وفي هدايا بالنسبة لما أوليد برج الجدي واللي طالعهم جدي هاي فترة أفضل لما أوليد برج الجدي صحيا وبتزيد من حيويتهم وبتقوي وظيفة جهازهم الهضمي بشكل ممتاز يبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة وطبيعة عفيفة ولكن شوي بتكونوا متسلطين فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة بيزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين بالفترة هاي وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل عليك العلاقات بالمحيطين فهي فترة ممتازة ومبشرة بالأمل وخصوصا انه دخول الشمس سعيدة صحيح انه تراجع الزهرة شوي أتعبكم ولكن الشمس عوضت هاي النقطة بالنسبة لما أوليد برج الدلو واللي طالعهم دلو فطبعا زي ما حكينا انه هذا يعتبر بيت متاعبكم وجود الشمس في الجدي بيت متاعبكم فهي فترة غير مريحة صحيا ونفسيا في الفترة هاي موليد الدلو بيزيد ميلهم للأمور الروحانية وبرضو بيصير عندهم حبلة تضحية أكثر النقطة اللي بتكو تنتبهوا فيها انه الفترة هاي تعتبر هي غربلت السنة كاملة والأحداث القديمة كاملة في هذا الشهر بدك تغربلها الأشياء يعني بمعنى آخر الأشياء اللي ما بتنفعك لازم تتخلص منها عشان تبدأ سنة جديدة بطاقة جديدة وبخطط جديدة وبمستقبل جديد هي الفترة اللي بتقدر تخلص فيها من الماضي وفي نفس اللحظة أي شخص بيوعدك بشيء ما تصدق وحده لأنه سهل جدا أنه ما يغفي احذر من هاي النقطة بالنسبة لما ولد برج الحوت واللي طالعهم حوت طبعا بيت الأصدقاء بيت العلاقات الاجتماعية فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا تتمكنوا من تحقيق مشروع أو أمني بمساعدة أشخاص دون وفوذ علاقاتكم بتكون جيدة مع الأصدقاء كثير في مناسبات هذا الشهر ممكن يتوجه لك كثير من الدعوات تتعرف على أصدقاء جدد أو تقابل أصدقاء قدامة فجأة يظهروا على الساحة دعمك من علاقاتك الاجتماعية طبعا هيك بنكون انتهينا من كل ما يتعلق في الشمس في الجدي والله أعلم وأتمنى كل اللي أنا حكيت سلمي ما يصير الإيجابة هو اللي يصير في النهاية منقول زي كل مرة يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر